اكون انا وزوجتي احيانا على سفر اقل من مسافة القصر ولكن لا يوجد مصلة للسيدات فهل يجوز لزوجتي ان تجمع بين الصلوات سواء تقديم او تأخير قبل السفر او بعده يعني اولا يعني ليه لمصلة للسيدات يعني ما قد يصلي الزوج و بها و بها اه في اي غرفة في صالة في مكان يصلي اه يصلي مش لازم مكان مصلة للسيدات طيب اذا تعذر ذلك لا يوجد وهل يجوز ان يتجمع نعم وهي على سفر ودام نوات السفر اصبحت لها احكام المسافر فلها الجمع تمام شيخ نجزاكم الله خير